تفضل دلوقتي لما الإنسان بيموت ليه البكى عليه اللي هو أنت بتبكي على الميت يعني بيخليه تعذف القبر مع أنه دي بتبقى حاجة مش بردتنا يعني هناك فهم خاطئ أن أحدهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه افتكر أنه ببكاء أهله عليه يعني كأنه فهمها أن الرجل ده بيتعذب وسبب تعذيبه هو أن أهله بيبقى عليه وكانت عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو قال سمعت رسول الله يقول هذا قبر الرجل من يعذب في قبره أو هذا قبر الرجل من يعذب ببكاء أهله قالت أخطأ في سمعه السيدة عائشة وعي في الحتة دي قالت لا ده هو قال وأهله يبكون عليه يعني حاجة منفصلة ما في السببية بينها فجاء التوهم هذا عند بعض الناس من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن الشريعة كلها مبناها أنه لا تزل وزيرة وزيرة أخرى وزي ما أنت حاكى في صدرك واخد بالك الحكاية طب وهو ماله ويتعذب ليه وأهله بيابكوا عليه لدرجة أن العلماء قالوا طب ما عليش افرض أن النبي قال كده هنفهمها إزاي على سبيل الفرض الخيال قال يبقى الرجل ده وصاهم إنهم قال لهم لما موت عايز جنازة مولعة لما موت عايز جنازة إيه مولعة فتلطموا وتشؤوا الجيوب وتعملوها مصيبة أنا عايزة أمشي عليها كده هو مين اللي قال لك هو قال لهم ما تجيش قال لك كده إن الرجل ده هيتعذب بسبب اللي عملوه أهله ليه إنه يكون وصاهم وهم طبعوه في المعصية دي إنما كلام عايشة كلام واضح ومحدد رحم الله أبا عبد الرحمن لا أتهمه بكاذب ولكن السمع يخطئ إنما قال هذا قبر رجل يعذب ملف الوحدة وأهله يبكون علي يبقى إذن ملهج دعوة النبي بيخبر بما هو كائن إن فيه الرجل اللي نحن مرين عليه ده بيعذب وأهله شغالين يعيني بكى عليه ده حاجة تانية ملهج دعوة بسبب العذاب العذاب ده جاي من إنه هو ما كان منافق كان عنده معصية كان عنده تقصية إيه عن الحاجات كده ترجمة نانسي قنقر